أعربت دول أوروبية من بينها المانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد وإسبانيا عن القلق البالغ بشأن قرارات السلطات الإسرائيلية بالمضي قدما في خطط لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية وحتى بيان مشترك للدول السلطات الإسرائيلية على التراجع عن القرار مؤكدة أن الوحدات السكنية الجديدة ستشكل عقبة أخرى أمام حل الدولتين كما أوضح البيان أن المستوطنات الإسرائيلية تعد انتهاكا للقانون الدولي وتعوق إحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين